امامكم مثلثان قائمان وتعلمون ان الاثنين يحتويان على زاوية قياسها فيتا الزاوية A تتطابق مع الزاوية D ماذا تعرفون عن هذين المثلثين ايضا؟ في جميع المثلثات اذا كان لديكم قياس زاويتين فحتما ستعرفون قياس الزاوية الثالثة لان مجموعة قياس زاوية المثلث يساوي 180 درجة اي عندما يكون لديكم زاويتان مشتركتان فالزاوية الثالثة مشتركة ايضا وثلاث زاوية مشتركة تعني ان المثلثات متشابهة اذا كانت هذه الزاوية فيتا وهذه 90 درجة ومجموع زاوية المثلث يساوي 180 فهذا يعني ان فيتا زائد هذه الزاوية يساوي 90 درجة أي الزاوية B تساوي 90 ناقص ثيتا ويمكن استخدام المنطق نفسه هنا هذه ثيتا وهذه تساوي 90 ناقص ثيتا لديكم ثلاثة زوايا متقابلة ومتطابقة أي أنكم تتعاملون مع مثلفات متشابهة ونحن نعلم بحسب مبادئ الهندسة أن النسبة بين الأضلاع المتقابلة في المثلفات المتشابهة دائما تكون متساوية لذا فكروا الآن بالأضلاع المتقابلة عند النظر إلى مثلث قائم الزاوية أول ما يلفت انتباهكم هو الوتر وهذا هو الوتر والذي يقابل هذا الوتر في المثلف الآخر ما هو الضلع المقابل للضلع B C؟ لاحظوا أن B C يقابل الزاوية ثيتا حددوا في المثلف الآخر الضلع المقابل للزاوية D ففي المثلف الأول عند النظر للضلع المقابل للزاوية A ستحصلون على الضلع B C أما في هذا المثلث فمقابل الزاوية D هو الضلع E F وأخيرا الضلع A C وهو الضلع المجاور للزاوية فيتا أو الزاوية A وبما أن الزاوية D مقابلة للزاوية A فالضلع D F هو المقابل للضلع A C قمت بجميع هذه الخطوات لإثبات أن النسب بين الأضلاع المتقابلة في المثلثات المتشابهة متساوية على سبيل المثال النسبة بين B C والوتر أي B A مساوية للنسبة بين E F و E D أو يمكنكم كتابتها هكذا طول الضلع A C على الوتر A B يساوي نسبة D F على D E ونسبة هذا الضلع باللون الأزرق على الضلع الأخضر أي B C على C A تساوي النسبة بين الضلعين المقابلين E F على D F وقد استنتجنا كل هذه المعلومات من حقيقة أن المثلثين متشابهان وهذا ينطبق على جميع المثلثات القائمة التي تحتوي على زاوية فيتا الآن قموا بتسمية هذه النسب بدلالة الزاوية فيتا سأكتب فيتا هنا ما هي نسبة هذين الضلعين؟ بالنسبة إلى فيتا الضلع الأزرق هو المقابل والضلع البرتقالي يعرف بالوتر إذن بالنسبة إلى فيتا هذه النسبة هي المقابل على الوتر وتذكروا أننا نتحدث بالنسبة إلى فيتا حيث سيكون الأمر مختلفا جدا لو كان بالنسبة إلى الزاوية B مثلا فبالنسبة إلى الزاوية B هذا الضلع المجاور على الوتر لكن ركزوا على فيتا هنا والآن ماذا عن هذه النسبة؟ A B و D E هما الوتران أما كل من A C و D F فهما الضلعان المجاوران لفيتا فهما الضلع الآخر الذي يشكل الزاوية فيتا بالالتقاء مع الوتر وبالنسبة للزاوية D الضلع D F هو المجاور إذن النسبة هنا هي المجاور على الوتر وأخيرا هذا الضلع هنا هو الضلع المقابل وعليه هذه النسبة هي الضلع المقابل على المجاور تستنتجون هنا أنه في أي مثلث قائم يحتوي على الزاوية فيتا فإن النسبة بين الضلع المقابل والوتر ثابتة وهذا يظهر في المثلثات المتشابهة كما تستنتجون أيضا أن النسبة بين الضلع المجاور بالنسبة إلى فيتا والوتر أيضا ثابتة لأي من هذه المثلثات طالما تحتوي هذه المثلثات على فيتا والنسبة بين الضلع المقابل والمجاور دوماً تكون فابتة كذلك ولأن هذه النسب فابتة دوماً قرر علماء الرياضيات تسميتها نسبة إلى الزاوية فيتا تسمى هذه النسبة بساين الزاوية فيتا أو جيب الزاوية فيتا أما هذه النسبة بحسب التعريف فتسمى بكوساين الزاوية فيتا أو جيب تمام الزاوية فيتا أما هذه فتسمى بحسب التعريف بتانجنت الزاوية فيتا أو ظل الزاوية فيتا وليسهل عليكم حفظ هذه التعريفات اقترح العلماء العبارة التذكيرية التالية سو كا توا سو هي عبارة عن ساين وحرف أو لكلمة مقابل أوبوزيت والأتش للوتر هايبوتينيوس أما كا فهي كوساين والأ للمجاور أجيسنت والأتش للوتر هايبوتينيوس وأخيرا توا وهي تانجنت وأو للمقابل أوبوزيت وأي للمجاور أجيسنت تذكروها سو كا توا وبهذا ينتهي الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر